أهلاً ومرحباً بكم نحن نهاردة معاكم في ديافة سعدة السفير أحمد حجاج الأمين عام المساعد لمنظمة الوحدة الأفريقية سابقاً هنتحدث مع سعدة السفير عن محطات الدبلوماسية المختلفة فتابعونا وهذا اللقاء نحن 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 نتحدث مع حضرتك عن بداية دراسة حضرتك أو تخرج حضرتك تحديداً من كلية التجارة جامعة عين شمس وبعد كده القرار حيتليه الالتحاق بالعمل بالخارجية المصرية أو الدبلوماسية المصرية إزاي تم هذا الاختيار والبناء على إيه وإزاي حضرتك كنت بإعداد نفسك للاتجاه إلى الدبلوماسية المصرية أنا تخرجت من جامعة عين شمس سنة 56 قبل ذلك كنت قد بعد ذلك تطوعت في الجيش المصري لأثناء العدوان السلاسي تخرجي من الجامعة قدمت الامتحان الوزارة الخارجية ونجحت فيه ولكن لما استطع الاتحاق بالجامعة لأن سني كان قبل 21 سنة وكان لا يسمح بالاتحاق بالحكومة لمن يقل سنه على 21 سنة دخلت في امتحان على مستوى العالم العربي في جامعة الدول العربية التي كان مقرها أصر البستان وكان أصر مملوكي جميل يملكه أحد حكام المملك المصريين ولكن للأسف تم هدمه وأصبح محله سوء تقاري في الوقت الحالي التحقت بإدارة الأبحاث كانت هذه الإدارة تقوم بالاتصال برئاسة الجمهورية والأجهزة المعنية تعد تقارير حول تقدير الموقف يعني تقدم اقترحات لصنع القرار تضع أمامه أكثر من مقترح لكي يختار فيما بينها هي كانت تقدم الاقترحات وتقول أن أنا فضل الاقترح الأول ولكن متروك لرئيس الجمهورية ووزير الخارجية اتخاذ القرار في هذا الصدد بعد ذلك التحقت بألمانيا في السفارة المصرية في ألمانيا سنة 59 لم يكن عاصمة ألمانيا برلين ولكن كان عاصمتها بون لألمانيا كانت مقسمة إلى ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية الاتحادية كانت مكونة من عدة ولايات وألمانيا الشرقية كانت تعد دولة مستقلة كان عاصمتها بون بون كانت تقع على نهر الراين كانت مدينة صغيرة وتم اختيارها عمدا لكي تكون عاصمة لألمانيا التحادية على أساس عدم فقدان الأمل في أن تكون برلين عاصمة لألمانيا المؤحدة فيما بعد كانت فترة جميلة جدا أتذكر في هذه الفترة ابتدأت تعلم اللغة الألمانية كان عدد كبير من السفرات الأجنبية يعملون في بون أتذكر أن ألمانيا الاتحادية عرضت على مصر تمويل المرحلة الثانية من السد العالي وإنشاء أكبر ترسانة بحرية في البحر الأبيض المتوسط ولكن الاتحاد السوفيتي الذي كان يقوم بإنشاء المرحلة الأولى للسد العالي رفض ذلك وأصر على الرفض ذاكر أنه سيقوم ببناء كل مرحلة للسد العالي ولن يسمح لألمانيا الغربية حيث أنه كان هناك ألمانيا الغربية في الحل في الولايات المتحدة والمعسكر الغربي والاتحاد السوفيتي طبعا بيرأس المعسكر الشرقي وكان كثير من المحاضرات التي نضع إليها للتحدث عن مصر جاءنا الرئيس السيدة عبدالطيب بغداد نائب رئيس الجمهورية وعمل مبحثات مسمرة مع الحكومة الألمانية أتذكر أيضا أن مؤسسة كروب التي قامت ببناء أول كبري عبر النيل الذي هو يعد كبري الجمعة كان لها مركز كبير في أقامة معرض ضخم جدا كان حديث ألمانيا كلها حول خمس تلاف سنة من الفن المصري من الفن الفرعوني إلى القبطي إلى الإسلامي إلى الحديث الحقيقة كان عملية مشرفة جدا لم يكلف مصر أي تكلفة ولكن جمعوا كل القطع التي أعرضوها من المتاحف الألمانية والمتاحف الولايات المتحدة ولم يكن عندنا في ذلك الوقت أسلوب إعارة القطع الفرعونية إلى المتاحف الأجنبية كان هذا المعرض حديثة الساعة في ألمانيا الغربية حيث أنها كانت تريد أن تتبهى بأنها عاصمة الثقافة في أوروبا والحقيقة كان مشرف جدا سعد سفير اسمح لي تواجد حضرتك في ألمانيا في الفترة دي اللي هي زي ما حيث ذكرت كانت لسه ألمانيا منقسمة إلى ألمانيا الشرعية وألمانيا الغربية ولكن ده بيخليني أتساءل مع حيك أو أسأل حيك سؤال مهم جدا طبيعة وجود حضرتك هناك بالتأكيد بيخليك على اطلاع أكتر بطبيعة الشعب الألماني من هنا بيبقى سؤالي بقى إزاي حيك شايف أن هما قدروا أن هما يحافظوا على مكانتهم الصناعية برغم المشاكل اللي كانت عندهم برغم الإنقسام اللي حيك كنت رسا ذكروا إزاي قدرت ألمانيا أنها تنهض مرة أخرى في قطاع الصناعة وقطاع التكنولوجيا وغيرها من القطاعات اللي لازالت تعتبر بصمة لها ويعني لدولة ألمانيا حتى الآن إيه طبيعة البشر اللي قدرت أن هي تنجح في أنها تعدي المراحل الصعبة دي وتوصل ببلدها إلى هذه المكانة الصناعية حيك شايفها إزاي أولا أن ألمانيا بقطريها بشطريها الشرقي والغربي دمرغت تقريبا في الحرب العالمية التانية حتى في الأواخر الأيام الأخيرة من الحرب وكانت أسلمانيا قد علنت استسلامها قامت الطائرات الأمريكية والطائرات البريطانية بدك بعض المدن الألمانية وسوت بها التراب ولكن طبيعة الشعب الألماني المحب للعمل كان مصرا على عادة بناء ألمانيا وألمانيا يعني بنيت في وقت قصير كان مهندس الاقتصاد الألماني كلنا نسمع أنه البروفيسور إيرهارد وزير الاقتصاد وهو الذي أقام علاقات قوية جدا مع مصر ووقع اتفاقيات مساعدات من ألمانيا الغربية لمصر في ذلك الوقت ألمانيا الشعب الألماني معتز جدا بثقافته أولا يعرفوا اللغة الإنجليزية تماما ولكن عندما يتحدث معهم أحد الأجانب لا يتحدثون معهم باللغة الإنجليزية لإعتززهم باللغة الألمانية ويقولون أن على الأجنبي المقيم في بلدنا أن يتعلم اللغة التي نتحدث بها في الوقت الحالي طبعا كانوا يشتغلوا أكثر من 12 ساعة في اليوم على ورديات مختلفة حتى في الوقت المبكر لم يكن قد انتهت الحرب العالمية الثانية أقل من 10 سنوات كانت ألمانيا قد استعادت عفياتها وأصبح لديها شبكة ممتازة من الطرق والسكك الحديدية والمصانع والتكنولوجيا كما ذكرت حضرتك وكان الشعب الألماني منذ صغر يتعلم حب بلاده ولم يفقد الأمل في وحدة بلاده ولكن السفرات الأجنبية بما فيها السفرات المصرية على ضوء التنازع السوفيتي الغربي كنا لا نستطيع أن نصدق أن ألمانيا في وقت من الأوقات ستتم توحدها ولذلك مثلا السفرات المصرية كانت في برلين منذ قبل الحرب العالمية الثانية للأسف صدر قرار ببحة كانت من السفرات القليلة الجميلة في وسط برلين واشترينا سفرات أمام البرلمان الألماني الموجود في ألمانيا الغربية اضطرنا بعد توحيد ألمانيا طبعا أننا نبحها هي ودر السكن وأقمنا السفرات جميلة جدا في برلين فيما بعد الوحيد ديفاندم خليبة أنتقل مع حضرتك لمحطة دبلوماسية أخرى أهمة جدا وهي محطة النمسا عايزة حيك تذكر لنا حيك كنت بتواجد في دولة النمسا من سنة كام لسنة كام وهي أبرز التحديات لواجد حضرتك في وجود حضرتك هناك وحجم الجالية المصرية في الفترة دي كان أدئي تقريبا أنا خدمت في النمسا على فترتين بعد عملي في وزارة الخارجية في ألمانيا كنت أؤمن أن كل دبلوماسي يجب أن يتلقى زي تنشيط لمعلوماته الأكاديمية ولذلك قدمت في امتحان الالتحاق بالأكاديمية الدبلوماسية وهي في النمسا في فيينا وهي من أعرق الأكاديميات الموجودة في النمسا أنشأتها الامبراطورية النمسوية الهنجرية وخاصة كانت تقصد أن تستكشف العلاقات مع الامبراطورية العثمانية حيث أن الامبراطورية العثمانية كانت تحتل الكثير من أراضي الكتلة الشرقية وحتى وصل الجيش العثماني إلى أبوا فيينا ولكن تم هزمته في هذا الأخت النمسوين تعلموا من الجيش العثماني شرب القهوة عندما رأوا أن أفراد الجيش العثماني يتجمعون حول مشروب معين أعرفوا من فيما بعض أنه هو القهوة وأصبحت القهوة من أهم المعالم الموجودة في النمسا فيما بعض الشعب النمساوي شعب مثقف جدا يهتم بالثقافة اهتماما كبيرا بالأركسترا بالأوبرا غير ذلك بيقارق نهم للصحف والمجلات والكتب شعب بودود جدا لا توجد فورق كبيرة بين الأغنياء والفقرة فيه طبعا بعض الفورق ولكن لا تستطيع أن تميزي الفقير من الغني الشعب انتهت الإمبراطورية النمساوية في 1914 1918 بانتهى الحرب العالمية الأولى ومنذ ذلك الوقت الشعب النمساوي لم يزد فرضا واحدا تعداد سكانهم تسع مليون لأنهم يهتمون بصحة الإنسان ورفعياته وليس بإنجاب أطفال أو زيادة عدد السكان عدد سكان النمسا هو نفس عدد سكان الذي تورسوه سنة 1918 سيد سفير دراتي نحب برضو أتكلم حضرتك عن الفترة اللي كنت حيك متواجد فيها في نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية نيويورك ممكن حيك تكلمنا أكتر عن ذكرياتك عن الفترة دي أنا كنت متعقب الوفد المصري لدى الأمم المتحدة كان يرأس الوفد المصري في ذلك الوقت الدكتور عسما طمجيد الذي أصبحه زيادة خارجية فيما بعد وقاد وفد المفاوضات في المعاهدة المصرية الإسرائيلية وفي تحكيم طابة في نفس الوقت نيويورك بلد لا ينام تقريبا ولكنه منظم جدا لأنه إذا قام بالرغم أن عدد السكان لا يقل عن 12 مليون نسمة ولكن ما تسمعيش زمارة أوتوبيز فيما عاد سيارات الشرطة والإطفاء والمواكب الرسمية هي عاصمة الثقافة العالمية من أكثر المناطق التي استنتعت بها لأن المكتبات كانت أعدادها كبيرة جدا والكتاب اللي كان يصدر بثلاثين دولار اليوم بعد ستة شهر يكون ثمان وثلاثة دولار لأن حركة النشر تعمل دائما على نشر كتب جديدة كونت أكبر يعني أكبر جزء من مكتبتي من نيويورك وركزت فيه ذلك الوقت على اختناء الخرائخ القديمة عن مصر وأفريقيا والكتب القديمة التي تحدث عن الحضارة المصرية يعني كانت مسألة ممتعة جدا التلفزيون القنوات التلفزيونية كانت تعرض برامج سرقافية وتاريخية طوال اليوم تقريبا ولكن العمل في الأمم المتحدة كان ممتع يعني الشعب الأمريكاني لا يعلم تقريبا ما يدور داخل الأمم المتحدة كانت الأسوار يعني تحيط بالعمل داخل الأمم المتحدة ولكن كان هناك معارك كبيرة جدا قضتها مصر في ذلك الوقت كنا نعمل على فتح الممارسات الإسرائيلية وطلبنا عقد مجلس الأمن عدة مرات وكان ذلك يتطلب بالحصول على معلومات حول أسباب الطلب وتقديم الطلب وحس الدول على التحدث فيما بعدها وتمكن الوفد المصري برئاسة دكتور عاصم تنبيجين على استخدراج بعض قرارات مجلس الأمن التي تعتبر نظريا ولكن مفروض عمليا من الأمم المتحدة خاصة بالقضية الفلسطينية كيار زوجة حضرتك كم تعمل في التلفزيون المصري وتركت شغلها وبقت تتجه مع حضرتك ده طبعا بطبيعة الحال حفاظا على الأسرة وتكاتل الأسرة اتجت مع حضرتك في مشوار حضرتك الدبلوماسي ده بس أنا عايز هيك تدينا كلمة عن الدور برضو دور الأسرة في حياة حضرتك ودعم حضرتك دايما في شغلك الزوجة مهمة جدا لعمل الدبلوماسي أنا آسف أن أنا اعتردت مش اعتردت أو قفت مسيرة زوجتي في العمل لأن أؤمن أن كل سيدة مصرية يجب أن تعمل لأن تكون فقط ربة بيت لأنها إذا عملت ستستطيع أن تدير بيتا منظما مثقفا وعيدا يعني زوجتي كنا يعني من ضمن منظورة العمل الدبلوماسي هو الاختلاط بسلك الدبلوماسي أو بالقنوات الثقافية فكان يتوجب علينا إقامة ولائم عديدة المشاركة في إلقاء محاضرات في جماعات تبعد عن نيويورك بعشرات الأميال ولكن لم نشعر بغضاض لأن هناك شبقة ممتازة من الطرق وتعرفنا على عدد كبير من الشعب الأمريكي الشعب الأمريكي يعني يجهل العالم الخارجي يعتقد أن العالم الخارجي هو الذي يجب أن يهتم بالولايات المتحدة فبدأنا أن يصير اهتمامهم بالحضارة المصرية هناك أولا عندهم أكبر معرض الاسم الموتريبوليتن وأقيم فيه لأول مرة معرض توت عن خامون الذي بعثت به مصر إلى هذا المعرض وكان هذا المعرض محجوزا لمدة سنة كاملة وتذكر هناك قصة طريفة أن الدكتور عسمة عبد جيد في وقت من الأوقات جاءه الرجل الأمريكاني ومعه ابنه وذكر له أن ابنه اسمه توت عن خامون سمه توت عن خامون إعجابا بالملك الشاب وأنه لا يستطيع الحصول على تذكار الدخول في هذا المعرض الذي كان يتمنى أن يشاهده طول حياته فالدكتور عسمة عبد جيد تبرع له بتذكارته الخاصة وكان الشاب ده لا يستطيع أن يخفي فرحه الشديد هذا يعطينا أن البعد الثقافي المصري من هم الوسائل النعمة لمصر ليس فقط للدعاية لثقافتها ولكن للسياحة المصرية ولمكانة مصر الدولي سيد سفير اسمح لي أنا هني مع حيك اللقاء هذه الحلقة لكن بالتأكيد فيه جزء تاني وحلقة تانية هنستكمل فيها مسيرة حيك ومحطات حيك الدبلوماسية إن شاء الله بشكر حيك جدا إن شاء الله مش هدينا في كل مكان بدأ ينتهي معكم حاليا لقاءنا مع السعد سفير أحمد حجاج الأمين عام المساعد لمنظمة الوحدة الأفريقية سابقا ولكن للحديث بقيا إن شاء الله عن باقي المحطات الدبلوماسية الخاصة بسعادة السفير شكرا لحسن متابعاتكم لينا وإلى لقاء آخر وشكرا لكم